اشتركوا في القناة كما لاحظوا من خلال سور القمر الاستناعي كانت هناك سحب عبره في اغلب مناطق البلد بعد ظهر تكاثفة تدريجيا في الوسطة الغربي والجنوب الغربي الليلة في الوسطة الغربي والجنوب الغربي ثم شوية امتار مؤقتة رعدية مع بعض السحب في كامل الجهات درجات الحرارة باش تتراوح بين 18 و22 في الشمال والوسط وتكون بين 22 و26 ببقية المناطق غدوة ان شاء الله زادة باش تتواصل الامتار ذي المؤقتة رعدية في الوسطة الغربي والجنوب الغربي ثم شوية سحب عبره في اغلب مناطق البلد من درجات الحرارة باش تحافظ على نفس المستويات تكون في حدود 30 في زغوان 28 في تونس 27 في نابل وبنزرت 32 في كل من باجة وجندوبة والكيف 31 في سيليانا 28 في القصرين 30 في سيدي بوزيد 31 في القروان 26 في سوسة والمناستير 25 في المهدية في الجنوب في سفيقس 26 27 في جيبس 30 في مدنين تطاوين 32 30 في جبسة 34 في كبلي وتوزر 33 في الرمادة وبرج الخضرة 37 درجة فيما يخص الملاحة والصيد البحري مناطقنا غدوة تعرف استقرار للضغط الجوي في خليج تونس الريحة تكون شرقية في شمالية شرقية سرعتها تكون بين 20 و25 عقدة تتجيوز 35 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب في خليج الحمامات تتواصل الريح شمالية شرقية سرعتها تكون بين 15 و20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب في خليج جيبس ومنطقة الشابة وجربة الريح تتواصل من القطاع الشرقي سرعتها تكون بين 10 و20 عقدة تتجيوز 30 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون قليل الاضطراب درجة الحرارة ببعض البلدين العربية والأوروبية وقشة 34 الدار البيضاء 23 الريبات 22 والتقسي يكون مغيم الجزائر 28 ترابول 26 القاهرة 38 توصل 43 درجة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة 41 درجة الدوحة 42 36 في أبوظبي 44 في الكويت دمشق 31 28 في بيروت عمان 31 38 في بغداد والقدس الشريف 30 درجة فيما يخص البلدين الأجنبية إسطنبول 22 موسكو 16 مع بعض السحب أثينا تقس ممتر 24 فيينا 26 روما تقس في 31 تقس في زيدة في هامستردام نلقا 33 درجة 27 في برلين وكوبنهاجن 23 درجة لندن 27 باريز 32 ستوكهولوم 28 جونيف تقس في نلقا 31 33 في بروكسيل مرسيليا تقس في 26 مدريد 35 ولشبونة 24 درجة مع شوية سحب توقعاتنا جوية إن شاء الله للنهارات الجاية نهلا حد درجة حرارة باشتتراوح بين 26 و30 درجة في الشمال والمناطق الساحلية وتكون بين 32 و34 ببقية الجهات ثم شوية سحب عابرة في أغلب مناطق البلاد الريح تكون من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر يكون قليل الاطراف مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاطراف ببقية السواحل نهار الاثنين درجة حرارة تحافظ على نفس المستويات ثم شوية سحب عابرة في أغلب مناطق البلاد الريح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا في بعض الجهات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر يكون قليل الاطراف مضطرب بالشمال وبخليج جيبس وقليل الاطراف ببقية السواحل أوقات الشروق والغروب الشروق حول الله غدو يكون على الساعة الخامسة وثلاثة دقائق والغروب على الساعة السابعة وثلاثين دقيقة مزيد من المعلومات والإرشادات تتزولوا الموقع الخاص للمعهد الوطني للرسد الجوي تبعتوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا بالموازع الصوتي 88-44 أسفات نشكروكم على حصن المتابعة ونتمنا بكم رمضان مبروك وتصوموا بالصحة والعافية لليتكم زينا ترجمة نانسي قنقر